اشتركوا في القناة صراعا سياسيا بين النواب العرب أيمن عودي وأحمد الطيبي على خلفية دعمهم وتبرعهم للفريق السخنيني وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو الصحفي لؤي زعب أهلا ومرحبا بك وأيضا ينضم إلينا عبر خدمة أسكايب الصحفي وخبير في الشؤون الرياضية نبيل سلابي أهلا ومرحبا بك أبدأ معك طبعا الآن بركات مرة أخرى أعلنت مؤخرا أنها ستخوض الانتخابات المقبلة في قائمة اليمين الجديد يعني واضح سير وخطاق العديد من الرياضيين في إسرائيل نحو السياسة هذا السؤال موجل إلى أدم تحياتي لك أولا نعم طالما كان فيه رابط وكان فيه علاقة بين السياسة وبين أكلات القدم طالما كان والمال عمليا حتى ما مش شرط أنك تكون سياسي وتكون رجل ثري كما وحال على سبيل المثال مثلا بيرلوسكوني في ميلاد أو بيريز في ريالماديد طبعا صاحب المال دائما قريب من السلطة قريب من الصحن أنا لو سألتني يعني كنت أفضل عدم تسهيس الرياضة وما احترامي يعني ما احترامي لمن دعم التحادة من السخنين في الأولى الأخيرة على الصراع سياسي ويعني تهافت على أصوات الناخبين قبل الانتخابات أنا أعتقد هذا غير صح أبدا بالمرة بتاتا يعني ممكن تكون محبتك للطريق السخنيني عبارة عن دعم معنوي مثلا وبإمكانك أن تدعم ولكن أن يعني تأتي بهذه الأموال بفترة حساسة وحرج وانت بتعرف في المجتمع العربي فيه كثير تيارات سياسية وحزبية واجتماعية وثقافية أنا أعتقد كان بممكن تجنب مثل هذا الأمر في هذه اللحظة اللونة بركات من حقها أن تتنافس في الانتخابات ولكنها ستحرم من أن تكون مالكة رسمية لفريق بيرل السبع ولكن أنا أقول وأنا أوكد تماما بأنه اللونة بركات لم تدخل عن بيرل السبع حتى لو حولت السلطة رسميا وشكليا إلى من ينوب عنها ولكن أنا أقول أنه عدم تسييس الرياضة أفضل بكثير ما احترامي وما حبتي لأعضاء الكنيسة اللي قدم هذا التبرع لسخنين نعم لأي تسييس الرياضة كما تحدث نبيل السلام يضر في فريق اتحاد ابناء سخنين أيمن عودي يعلن تبرعه لفريق اتحاد ابناء سخنين في المقابل أحمد طيبي تبرعت في السابق لهذا الفريق وبدأت هنا مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بين مؤيد لأحمد طيبي وأيمن عودي وفي النهاية من يدفع الثمن هو فريق اتحاد ابناء سخنين لايسا فقط فريق ابناء اتحاد سخنين كل الفرق العربية اليوم يتدفع ثمن السياسي الموجودة عندنا في الوسط العربي للأسف الشديد فكرة التسييس للحمل الانتخابي الموجود اليوم لأي مرشح كان لرئيس مجلس أو رئيس بلدية بحكم أنه مجرد أنه يطلع على الكرسي أو يستغل اليوم الجماهية الرياضية على أساس أنها تدعمه لأي فريق معين اليوم شايفين أنه أغلب المواقف السياسية الموجودة في الفرق والمباشر اللي احنا شايفينه أحمد الطيبي وأيمن عودي اللي ما كانش هذا بالفترة الأخيرة مجرد أنه كانوا مع بعض في المشتركي مجرد أنه صار فيه الاختلاف السياسي الموجود بناتن لاحظنا المحاولة أنه يصلوا لجمهور قديش أكثر بقدي أسرع وقت لأنه القاعدة الرياضية هي قاعدة اللي بتقدر تفيد أي سياسي اليوم موجود عنه نعم نبيل الجمعية تحدث أن فريق تحدى ابناء سخنين سيس يعني هذا الفريق بالأخص بعد انتخابات السلطات المحلية كانت هناك التهم للإدارة وأيضا للبلدية وأيضا كل قضية تيمازي غنيم واضح أن هذه الأزمة خلقت أزمة داخل الفريق أدام سخنين فريق سخنين على مدى سيرته وحياة الكراوية كان مسيس داخليا بسخنين بين أقطاب البلد وفيه عدة تيارات في البلد هناك ولكن في نهاية الأمر كان النجاح يخرس الأصوات اللي كانت تهتم بتسييس الفريق دائما كان فيه اتهمات للرئيس البلدية هذا أنه بيدعم أو بيدعمش لأنه الإدارة غير محسوبة على هذا الرئيس ولكن أنه اليوم انتقلت التسييس من محليات سخنين إلى القطر عمليا أما أعتقد أنه هذا الدعم ما هو دعم شعبه هذا لن يفيد سخنين مهنيا أنا لا أترهور أنه هذا الدعم الآن في هذه الفترة من يريد أن يدعم سخنين ماديا بإمكانه أن يفعل ذلك في بداية الموسم لما الفريق يكون عنده صعوبات بتمرير الميزانيات وبصندة مراقبة الميزانيات أما في هذه اللحظة يعني يبدون أن الأمر صغير أنا كنت كمامرة أفضل عدم تسييس الرياضة أنا أتمنى أن تروض السياسة وأن لا تثيس الرياضة لأن هذا بالآخر قد يسبب بالفعل انشفقات واختلافات بداخل سخنين تنسغنوا بسخنين كمان في عدة مرشحين في انتخابات الكنيسة من عدة طيارات وهذا الأمر قد يضر في المصطح العام في نهاية الأمر أنا كنت أحبب أن لا يتم هذا الدعم بمثل هذه الفترة تصور أنت لو تم هذا الدعم بعد انتخابات الكنيسة بغض النظر عن النتائج كنا أيدنا ذلك وأطرينا لمن تغفر وشكرناه ولكن في هذه الفترة الحرجة أنا كنت أفضل التجنب هذه الخطوة لأنه قد تضر في نهاية الأمر نشاهد أيضا في الملاعب الإسرائيلية المختلفة التي أصبحت منصة كما تحدثنا طبعا في البداية للعديد من السيسيين ميري ريكيف طبعا تعتبرنا من مشجعي فريق بيتار القدس بالإضافة إلى ذلك اليوم رئيسة نادي فريق أبو علبر السبع بدل من أن تأخذ هذا الفريق إلى أبطال أوروبا اليوم تنتقل إلى السياسة مجرد أنه فيك تفكير اليوم لرجال الأعمال والمديرين الفرق أنه يختاروا الفرق تايتل يختاروا الحصة الجماهرية الموجودة لديهم ويخدوها على باب السياسي بحد ذاته هو نوع من أنواع نقدر نسميه خداع الموجود للأسف الشديد للجمهور اللي اليوم بدعم بير السبع إضافة لذلك الأمر اليوم بير السبع هي منصة كبيرة للعبين العرب في الفريق اليوم إذا منلاحظ أكثر اللاعبين العرب موجودين اليوم في بير السبع واختيارها بالذات للبيت الجديد اليمين الجديد ببنت واختياره لدعم للفكرة القانون القومية غريب جدا كل وقت كنت تناصري في مجال أنه إحنا بحاجة أن نعمل تعايش موجود في الدولة واختيارك مش عارف هل الاختيار مختص والاختيار عن تفكير والاختيار لمصالح شخصية نعم سازة نبيل تحدث الوية عن نقطة هامة الآن بركات على سبيل المثال احتضنت اللاعبين العرب في فريق أبويل بير السبع بالإضافة أيضا إلى الجمهورة العربية الجميع تحدث عن شخصية التي كانت تؤمن في التعايش في المقابل في أول تصريح لها يعني قالت أنا لا أؤمن أصلا في فكرة دول إقامة دولة فلسطينية كيف تفسر هذه المفارقة من الرياضة إلى السياسة وتغير في وجهات النظر أنا كمان أستغرب من هذا التصريح من هذا التصرف أنا أولا من أنتقد أنه إذا انضمت السياسة ما تنضم لحزب يميني متطرف برئاسة شاكيد وزير القضاء وبنة وزير التربية والتعليم أنا هي معروف بتعاملها الإنساني وهي قالت هي تقول لا أعترف في قضية الدولتين للشعبين ولكن على الأقل هي تنادي بالمساواة انتبه هي تنادي بالمساواة واللعبين العرب في بار السابع تلقوا معامل ممتاز رائع جدا واحتضرتهم أنا أذكر ضياء سابع أذكر مهران راضي يعني كانت تعملها مع مهران راضي نجم في بار السابع على مدار سنوات عديدة ما بيّن عليها بالمرة بتاتا أنا لا أذكر إذا كان هذا تصريح أو مجرد تسويق إعلامي انتخابي فقط نعم ولكن يحفظ عليها في نهاية الأمر نعم السيد نبيل سلامي صحفي رياضي وخبير في الشون الرياضية شكرا جزيلا لك وأيضا لأي زعبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك